سوف نرى ماذا سنفعل اليوم شكلهم مكونات بفرجوا شي لبناني اليوم اتخبركم سير انه قبل ما نتجوز انا ما كنت اكل بتنجان كنت اتطلع من بتنجانة ولقيها صودة بشعة وما كنت تحبها ابدا لحديث ما عملتلي لأول مرة ماذا اسمت طبخة؟ شيخ المحشي اليوم سنعمل شيخ المحشي طبخة كتير حلوة لونه حلو طبخة كتير طيبة واحدة من الاروع اذا عملتوا عمكم بالبات شيخ المحشي كيف تصمت لماذا اسمه شيخ المحشي ليشو عرفني حسنا هذا مجرد اتركوا في القناة لماذا اسمه شيخ المحشي شيخ كنبوس عبية سودة ربما اعتقدت نحن عنا طريقة مختلفة انه نعمل شيخ المحشي مكوناتنا شوية كتر كتير حلوين بس طبخة كتير هايمة سنبدأ اكتر شي اول شغلة بالبتنجان عصير البنادورة البنادورة علب اللي هي مقشرة من قصقصة كيبات جبنة نعم نوعين جبنة فيكن تنقوا تشادر فيكن تنقوا برمزان لحمة المفرومة اللي دائما عنا جاهزة بالفريزر وراء الغار ثلاثة لأربعة وراء زيت زيتون ضبس الرمان شعيرية والرزات والرزات استعملون اذا فيكن لونجرين رايز سنوبر اللبناني ولا اروع من هيك شوية زعتر ملح وتطلع اكيد الطبخة بدي نكز البصل كتير مطحون منيح كتير 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 مطحون منيح شوي ولا بتحسوا فيهم ولا بيطالغوا ريحة كأنه ما في شي يلا طبخة الاغراض جاهزين عالنار بزيت زيتون البصل نحن مغفرومة مقلية مع زيت كرميل البتنجين مقلية تانية مع زيت زيتون كرميل اللحمة هنغسل الرز نحن وناطقين المهم يتغطى ينقع تقريباً ثلاث ساعة مقلية 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 مشغول بس تخلص الحلقة من زيت الملح طبخة اللبنانية كتير منها منحط فيها غار بتشيل زن في اللحمة والجش نزيد دفس الرمان إلى الكشوة نزيد صنوبة على الكشوة اللحمة تقريباً استويت منخطي في النار ومنتركها تنحس أنه دفس الرمان بلاش عمد شوية متل الكراميل يعني بتزدلي السويتنس عارة وين هيك هيك بضع منطر اللبتين جريب هم شفتو طرية بتنجانة نشيله من الزيت تنقتر نكشيون وما يطل هم شفتو منطر 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 خايرية لكبية الرز منطر 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 لكبية الرز منطر منطر نفتح البتنجانات فنقدر نحشيهم موضوع عرض لبنانيا سننعب أحيو فعر عمالي أهم الشي اللي تقدخل اللبنانيه انها تكون غانيه منخلص عصير البنادورة اللي عماليه ثلاث شدر أهم شيء زبع المجدد مليو وثمانين درجة عشر الآية تتحمى شوية الفرن وصار وقت ينطبخوا العروة مبدئيا شي نصيح بهالوقت الرز عم بيخلص استوى مظبوط عمل الجور اللي عم نحكي عنه ممنوع 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 ينخلط ده ما يعجن كل شي استوى الجبن عم تفق فيه البندورة بتاخد الريحة روع صار وقت ندوق حبة حد الثانية تمام انه تخفص تمام انه ملطب مع الجبنة مع السوس مع البندورة موسيقى موسيقى الجبنة على الوجه صفرة وبيضة كل واحدة بتعطي البتنجانة مطبوخة كتير منيح لحمة بقلبة الرزات منطحات البندورة وعنا السنوبرة وموسيقى ولا اربع من هايك عن جاد يعني الحمودة والأسدتي والجبنة واللحمة اللي عم تضوب وماننة اسية وبالاخر الزعتر بتحسو فيه هايك على لسان راء وقعام أكلة لبنانية نحبوها الولاد كلنا بالبيت منكلها نكون عم تاكل خضرة داروري جاربوها ببئت